أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر نهار دا الحلقة هتكون عن عائشة والصحابة يعترفون بتحريف القرآن أهلاً بيك يا ماري أهلاً بيك يا فرحة تحريف القرآن يعني إحنا طول عمرنا نسمع أن المسلمين يقول لك إنجيل والطورة محرفة إنجيل والطورة محرفة لكن دي جديدة على مسامح المسلم أيها القرآن محرف وغير كده ده الصحابة نفسهم اللي بيعترفوا وعائشة اللي خزوا نصف دينكم من هذه الحميرة خلاص خلنا نصف دينك قالت لنا الدين محرف خلاص الحمد لله أخيراً الصحابة بيعترفوا إن القرآن محرف طيب خلينا يا مارينا نفتتح الحلقة بصورة الزخرف 45 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آليها يو عبدون السؤال هنا هل محمد مطالب الله بيطلب إن يسأل الرسل اللي ماتوا اسأل الميتين اسأل الميتين اسأل الميتين وفيين الميتين اللي هنا وإنا عايزة أعرف هو اللي بيقوله اسألهم ليه أصلاً يسألهم ليه يعني عشان ياخد حجة من ميتين يعني أنت مش كيفان الله بيكلمه وياخد الكلام لله ويقوله رح يسأل ليه يعني يعني بيقوله أنا مع عمري ما بعت حدي كده حتى سألهم أفهم ماسك عليه زلة والحاجة مشكلة كبيرة آه ماشي اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آليها يا عبدون نروح للطبري ونشوف طبعاً أنا بكررها في كل حلقة أكررها تعريب مش في كل الحلقات إن الرسول وصى بإن القرآن يتخذ من أربعة أبي بن كعب عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل سالم جاء عثمان بن عفان قال لك نركن الجماعة دولة وناخد من زيد بن سابت طيب لما جنا نقرأ الآية دي بقاعد تفكر فيها كده يعني إيه يسأل من أرسلنا من قبلك فيها إيه الآية دي لما دخلنا على الطبري حنلاقي إيه إن قتادة عن قتادة واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية دي يقول سل أهل الطورة والإنجيل يبقى إيه يشو الرسل يبقى متحرف بالزبط هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد أن يوحدوا الله ده قتادة اللي بيقول وفي بعض القراءة واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلنا قبلك وفي آياتها تانية بيأكد نفسها الكلام بيقول إسأل أهل الزكر إن كنت في شك مما أرسلنا لك إسأل أهل الزكر كل إذا يسأل يا أبي يقولوا روح يسألهم يسألهم مش يسأل للرسل لكن تعالي هنا مرينا في قراءة ابن مسعود وأنا مصممة على الجزئي دي هل ابن مسعود كان بيقراها كده زي ما مكتوبة واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن قال ليها يعبدون قال لا ابن مسعود كان بيقراها سأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يبقى الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني مؤمني أهل الكتاب ده في تفسير اتبر يا مرينا أنا بسأل المسلم وبقول له يا مسلم حط الآية دي تحت المجهر وحط الآية اللي قالها ابن مسعود قراءة ابن مسعود في مصحف ابن مسعود دي تحت المجهر وشوف أنهي الواقعية وحصل التحريف منين سودان هل ناخد مثال كمان في سورة طه 63 بيقول إيه قالوا إن هازان لسحران قالوا إن هازان لسحران شوف تفسير الكرطبي بيقول إيه بيقول كده قال أبو عمر إني لأستحي من الله أن أقرأ إن هازان نح وبوز ندح وخلاص كده وروا عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها سؤلت عن قوله تعالى لكن الرسخون في العلم برضو نحو غلط إنا وأخواتها وكل ده نحو غلط يعني أصل المكتوب والمقيمين وفي الماء ده إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابقون وإن هازان لسحران فقالت يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب يبقى الكاتب كتب القرآن غلط بالزبط خطأ من الكاتب الكاتب كان يكتب النقل يقولون لك ما فيش تحريف وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف لحن يعني خطأ وستقيمه العرب ألسنتهم وقال أبان ابن عثمان قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان فقال لحن وخطأ وفقال له قائل يعني ألا تغيروه ما غير لما أنت عارف إن مكتوب غلط ما غيرها قال دعوه فإنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما قال لك مش مهمة طالما مش بيغير حلال مش بيحرم حلال ومش بيحلل حرام خلاص نكتب براحلاتنا يعني كله عند العرب صبوه نكتب إنه ترفع المبتدأ ما فيش مشكلة نكتب غلط خطأ من الكاتب وهذا خطأ من الكاتب مش مشكلة نحرم براحلاتنا من فرود الحلقة كانت سمعها كله عند العرب صبوه من فرود آه يعني يا مرينا معلش نرجع للآية دي إنه هزان إنه هزان يعني عائشة بتعرف في اللغة العربية أكتر من الكتاب الوحي عشان بس محدش يقول لنا مرينا أصل هناك أيام اللغة دول أصحاب اللغة والإعجاز ما فيش بقى أهو السيدة عائشة قالت ضخطأ من الكاتب لأوا بيقول لك النحو يتاخد من الكرآن طب من الكرآن مكتوب غرط أهو تخيلي عيل صغير يكتب إنه هزان صف يا فندم يا طلع له مبروك عطيه يقول لهم صف تاخد صف لأوا موضوع عثمان إنه هو خلاص بقى أنا زهقت من كتاب المصحف يلا بقى لا يحرم حلال ولا ولا يحل هلال مش عارفين إنه إحنا هنعمل له برنامج تحت المجر لا 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 يا أستاذ يا جماعة الآية تتحط تحت المجر وكمان الآيات اللي قالتها السيدة عائشة الرسخون في العلم والمقيمين والذين آمنوا والذين هادوا الصابقون كل ده خطأ من الكاتب خطأ نحوي تخيلي خطأ نحوي يقول لك اللي إعجاز آه أنا مرة سمعت الشيخ الشعراوي يقولي هو ده الإعجاز هو ده الإعجاز إنه أكتب كله غلط الغلط شكرا لي بص يا مارينا فيه في سورة آل عمران 81 وإذ أخذ الله نفرق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة لما أتيتكم من كتاب وحكمة أيها الأول يعني إيه؟ الله مسك النبيين كده؟ النبيين قال لهم قال لهم تعالوا بقى أنا أقول لكم إيه؟ أقض عليكم العهد هدو كده عهد؟ عهد عهد مين ده؟ مساق عهد ربنا إيه؟ ده لما هيجي واحد اسمه رسول الله محمد ها المفروض في عهدهم هيجي واحد كده في مساق تأمنوا به تعترفوا به إسجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن النبي ولتنصرنه قال أقررتم يعني العهد رجالة ده وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ده مين؟ الله هو اللي بيقول كده يعني هو الله مش عارف الرسول الإسلام جاي في إنه عهد في إنه فترة زمنية يعني ليه بياخد على كل النبيين العهد ده؟ هو مش عارف والرسول عارف عمل لهم سوربريز سوربريز ما حتى لما كانت في الإسلام هل بو حسا؟ هل بو حسا؟ في المعراج هل بو حسا؟ هل بو حسا؟ أيوة يعني إزاي بياخد فيه نبي حييجي يعني الله مش عارف إن النبي ده جاي في عصر مين؟ في عصر مين؟ بس لما يجي لك النبي عهد ربنا عهد مين ده؟ عهد ربنا وماشي عم تقمن به هو ده اللي أنا بأعطي بس يا فرحة أنا بشوف إن رسول الإسلام خد مكان المسيح لأن المسيح كل الأنبياء اللي كانت بتيجي بتبشر بمجيئه صح بتقول إنه بقعا ما جيئه صح فهو يا حرام عايز ياخد مكانه إيش بتشوفي ده أكيد هو واخد المكان ده آه عايز ياخد مكان المسيح بالذب إن هو محور الكتاب المقدس كله المسيح صح آه ده معيني لها معاني تأمين نكمل آه آه لكن نرجع بقى في تحريف القرطبي بقى بيقول إيه عشان ما نكونش بنقول كلام وقرأ ابن مسعود وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال الكسائي يجوز أن يكون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بمعنى ده واحد بقى إيه كرأة كسائي ترقيع يعني بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين شوفتين مع النبيين بس إيه خافي كلمة مع هو الله ما كانش قادر يقول مع النبيين لكن ابن مسعود قالها بصراحة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب مش النبيين يعني دي أوقع وكانت حتدي للقرآن مصدقية أكتر وغير أوقع وغير مصدقية أنتوا بتكتبوا غلط لإيه أصلا تحريف يا مارينة آه تحريف يعني هو عايز يقول إن النبي ده كل واحد شد على إيد الله وقال له النبي ده كل نبي أنا موافقة عليه دلوقتي يا فرحة أنا أسألك سؤال قبل ما نروح للآية التانية أنا دلوقتي لو خبطت عندك على الباب كده فتحتيلي وروح تقولت لي مارينة أنستينا هفهمي أقولك تفضل مع السلامة مش عايزة نشوف وشك أنستينا أقولك إيه ده أنت بتطرديني بخبط الباب في وشك وقولك أنستينا خلاص خلص لا لا طبعا غلط طبعا فيش حد أول ما بتشوفي حد تقوله أنستينا أي لا ما فيش كده لبعد ما بيقعد معي لبيخش ونتأنس ونتونس وبعد ما ييجي ماشي تقوله أنستينا شرفتنا وأنستينا أي صحيح شوف الكرقال بيقول إيه في صورة النور سبع عشر يا أيها اللذين أمانوا لا تدخلوا بيوتا نغيروا بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى حتى تستأنسوا طبعا دي مكتوبة غلط تستأنسوا الدين مفروض تتكتب حتى تستأزنوا وتسلموا على أهلها على الزمان كانوا بدخلوا كده يا فرحة يعني بيزقوا الباب يفتح باب الخيمة الخيمة ويدخلوا فالناس كانت أقفة بيعلمهم الإتيكات يعني بس جي يعلموا الإتيكات بسط منه قال لك حتى تستأنسوا تفسير الكرتب يقول لنا وكذا في قراءة قبي وابن عباس وسعيد بن جبير حتى تستأزنوا وتسلموا على أهلها يعني مكتوب غلط صح وبعدين رح قال حاجات تانية طبعا وقيل أن معنا تستأنسوا تستعملوا أي تستعملوا من في البيت عايزين يرقعوا يعني في الكلام قال مجاهد بالتنحنح وميحم إحم والحاجة لا طبعا مكتوبة غلط بدليل إيه بدليل إن قراءة قبي وابن عباس وسعيد بن جبير يقول إيه تستأزنوا قبي قبي ابن كعف نعم برضو وابن عباس وإيه وقلنا مين التالت وسعيد بن جبير دلوقتي ودولا كلهم صحاب دلوقتي هأكد لك المعلومة من المصادرك على الصحاحين وكل المراجع تبعا هتكون على الشاشة كل المراجع في كل الحلقات هتكون على الشاشة كتاب التفسير تفسير صورة النور النهي عن تعليم الكتابة للنساء بيقول إيه وفي قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتا حتى تستقنسوا قال خطأ خطأ الكاتب حتى تستقزنوا هذا حديث صحيح على شرط الشايخان ولم يخذها على شرط مسلم والبخاري وكمان نأكد المعلومة ها يبقى الآية الآية المفروض حتى تستقزنوا وفي المعجم المعاني الجامع يقول لك كده في المعجم المعاني الجامع يستقنس تعريف ومعنى عربي هنطبعا المرجع قدامكم يقول لك استقنس الحيوان صار أليفا زهبت عنه وحشيته يعني انت لما تستقنس الحيوان ده بتتقال مش لل البناة بتستقنسه يعني بتشيل الوحشية عنه فيبقى احنا كده نستنتج ان القرآن ايه مكتوب غلط ما هي قالت هما قالوا ان القرآن مكتوب فيه خطأ خطأ صحيح كده صحيح طيب مارينا طبعا الوقت عمل بيجري فينا كالعادة يلا لو دخلنا على صورة الحجرات الآية كام ستة الآية بتقول ايه يا ايه الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبح لما فعلتم ناديني معظم المسلمين حفظين الآية دي جاءكم نبأ جاءكم فاسق بنبأ بنبأ فتبينوا اللي يبقى ايه في فاسق بنبأ طيب الآية دي الآية دهيت لها اسباب نزول نزول قال كان رسول الله بعث الوليد ابن عقبة ابن أبي معيد ثم فلان وفلان وفلان الى بني المصطلق يأخذ منهم ايه صدقات وانه لما اتاهم الخبر فرحوا رسول رسول الله جاي وخرجوا ليتلقوا رسول رسول الله لا خرجوا عشان يتلقوا رسول رسول الله رسول رسول الله يعني اللي هو عقبة اللي هو عقبة الوليد ابن عقبة رجع الى رسول فعقبة من نص الطريق امراجع الوليد ابن عقبة الوليد ابن عقبة الوليد ابن عقبة رجع من نص الطريق من قبل ما ايه يقابل الناس دول رجع الى رسول الله فقال يا رسول الله ان بني المصطلق قد منعوا الصدقة منعوا الصدقة فغضب رسول الله غضبا شديدا ده بقى ايه خلاص إزاي منعه فالناس راحوا بسرعة فبينما هو يحدث نفسه أن يغذوهم إذ أتاه الوفد فقال يا رسول ما هو لسه بيتكلم مع نفسه أنا حنعمل إيه أنا حروح أقتل الناس دولة أنا حروح أغذيهم زي ما بيبعتوش الصدقاء فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا هم راحوا بقى للرسول وإنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق ليه؟ فيه إيه؟ وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك الغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبي وغضب رسول الله فأنزل الله عذرهم في الكتاب فقال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق من بنبع إذن الفاسق هنا مين؟ الوريد بن عقبة طيب الرسول إزاي كان حيشد الرحال لياخذوا من قبل يعني والناس دول جايين وما عملوش حاجة غلط ده القرآن قال عليه فاسق نفترض لا الحتة بقى اللي بيتجنني ليه دايماً الآية تيجي بعد الموقف ما بيحصل يعني بعد ما الناس جات له وقالت له إيه؟ لا يا رسول الله ده إحنا هندفعوا كل حاجة ده إحنا اللي جاي إحنا فرحة نبيك ورسولك هاي المفروض الكتب إيه يعني يا فرحة؟ قول إنتي طبعاً كان بدون تشكيل وتنقيد حل آي أنا عارفة الإجابة لا قول إنتي فتثبته آيوة برابو عليك إذا جاءكم فاسقون بنبأ وده في تفسير إيه؟ في تفسير الطبري في تفسير الطبري فتثبته لأن القرآن كان إيه؟ كان بدون تشكيل وتنقيد آيوة يبقى الآية نقولها نقولها من الأول فين الآية؟ استني يا مرينا آه يا أيها الذين أمانوا إسجاءكم فاسقون بنبأ فتثبتوا فتثبتوا وفين جبريل يا فرحة في الموضوع أصلا؟ يعني جبريل مش جبريل فينا ماما لا عداي ما فيش جبريل أنا مش هيدفعها هروح أخذيهم ما فيش حد بيلحقوا ده لولا الراجل جالوا فتثبتوا وأنا عايزة أخوات المسلمين يتثبتوا لو سمحتوا وإنتوا بتقروا القرآن حطوه تحت المجهر وتثبتوا لأنه جاء فاسقن بنبأ هذا القرآن شكراً جزيلاً ونشوفكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة